المدرب بالماضي هذه الأيام هو اللي يره صانع الحدث وحملة إعلامية دي قذرة جدا ردوه هو شيطان منين كانوا يسموه وزير السعادة أصبح وزير الشقاء لو بأيديهم يعدموه ماذا فعل بالماضي؟ أنا والله درت شوية مقارنة الرجل راقي اللي وصل لدرجة عالمية بالفريق وخرجت كيف شفته المقابلة انتهاء اللي انتقدوها الرياضي أنا لي رياضي حتى نقول لا والخطأ فين وفين ما عنديش مع معلومات مثل هذا ولكن مثل ما تابعت هناك انتقادات رياضية ما شفت المغاربة سبوه ما شفت المغاربة المسؤولين المغاربة بهدلوه ولا أي شيء من هذا القبيل إلي قرد قدم يا ناس الجزائريين أقول لكم عليها الفرق عليها هذه الحملة القذرة عليه السبب أن النظام العسكري الجزائري راهن على شيء واحد رهان وشهوه هو إنجاز كره لأنه عبد المجيد هذا التبون هذا مع عذرا إخواني المغاربة لكن لازم تتعودوا على هذا الأمر هذا الشخص منذ أن وصل لم ينجز إنجاز واحد للجزائر أبدا بل أنه حدثت خسائر خصة على مستوى الدبلوماسي كارثة الجزائر ما تمر عليه بدبلوماسي يعتبر الأسوأ في تاريخها على مستوى الداخل أيضا كارثة الكوارث لم ينجح أرادوا تخدير الجزائريين بالكورة جابوا كأس العرب وشفتوا كيفاش شنغريحة كان بيحظن في الكأس الوحدة الدرجة على فكرة شنغريحة الجنرال الذي لا يضحك حتى صارت ضحكة غريبة الأطوار يعني كانوا يراهنوا على أن الجزائر ممكن تدي لكوب مرة أخرى ويحسب إنجاز للتبون غير أن الذي حدث عكس ذلك تماما فتم التحريض عليه تمت إقالته هو جاء حسب المعلومات التي توفرت لديه أنه قال لللاعبين لما كان قبل عودته إلى الجزائر مع الفريق من الكوديفور قال لهم راني خلاص نرمي المنشفة لما رجع هو أراد أن يغادر بنوع من كرامة يدير ندوة صحفية يشرح الأمور يوضحها هما أرادوه رمي المنشفة أدي ثلاثة شهور أطير لما اكتشف اللعبة طالب حقوقه ومن حقه من حقه أنت منضيته معاه بالأمس عقد أنا اللي يحيرني بعض الناس هذوك اللي يجوه حابين يزرعوا الوطنية كيفاش يطلب الملايين يعني أنت لو كنت في بلاستو رح تتخلى أنا حرتفك المعلق الرياضي مرة لما كان مدير الأخبار في التلفزيون الجزائر كل الامتيازات عنده كل الامتيازات عنده هي بدأت رحك له الامتيازات سرطت شوية مشاكل هو رب للدوحة ضربوا عليه النح كي كان توفيق منطهر لي فيه حتى هو في الدوحة توفيق نحاوه هو أصبح معارض شريس رجع رجع توفيق البيت رجع البيت الطعا هو مع توفيق هذه هي الحكاية فتح له النار رد كأنه أيها رح يريد سرقة أموال الجزائريين يعني إذا كان عندك غيرة على الجزائريين يا دراجي ها هؤلاء اللي تسبح بحمدهم نهبوا الجزائر سرقوا الجزائر بل أنه يتم بك تلميع أحذية فاسدين وهذا الذي قام به حافظ دراجي في زيارته إلى كلية الإعلام والاتصال في جامعة قسنطينة ثلاثة راح هناك فاسدين لصوص بيضوا بها أنفسهم وعندي ملفات ورح يجي وقتها ونكشف لكم ما يندله الجبين على المدير وغيره مما وصلني من معلومات ومعطيات المهم يتم قالت نقرأ لكم مثلا ماذا كتب في هذا السياق الفاف تنهي مهام المدرب الوطني رسميا وتؤكد بالماضي تصرف بطريقة غير لائقة وصفحته طويت نهائيا رسمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف من طرفها طرف واحد إنهاء مهام الناخب الوطني جمال بالماضي على رأس المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأكدت أنها بصدد التفاوض مع مدرب جديد الخضر وهذا في بيان أصدرته الهيئة الكروية الثلاثاء على موقعها الرسمي وقال بيان الفاف الذي انتقد ضمنين تصرف المدرب الوطني السابق بالماضي فضل الصمت ومغادرة أرض الوطن بدون احترام ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الفاف مضيفا صمت بالماضي يعتبر بالضرورة فك ارتباطه مع الاتحادية وأكدت الاتحادية أن رئيس الفاف وليد سادي وليد سادي عندي عندي عليه قصص في الصيف وعائلته والأعمال والأموال خلي يجي نهاره نحكو فيه عقد لقاء مع بالماضي بمدينة بواكي الإفوارية مباشرة بعد خسارة المنتخب الوطني مباراته الثالثة أمام منتخب موريطانيا وإقصائه من الدور الأول لكأس إفريقيا واتفق الطرفان خلاله على فسخ العقد الذي ربطهما بالطراضي وترسيم ذلك فور العودة إلى الجزائر وأضاف بيان الفاف في توضيحاته بتأكيد ترسيم إنهاء مهام أعضاء الطاقم الفني للمنتخب الوطني مباشرة بعد عودتهم إلى الجزائر وفقا للاتفاق المبرم في مدينة بواكي بكوديفوار باستثناء المدرب جمال بماضي الذي تراجع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بحجة عدم اقتناعه بالجانب المالي إلى آخر ذلك بما ورد في هذا البيان أقلته هو عنده عقد معه ما واحد سبعة ملايين أورو يخلصوه يروح الفيفا وإذا راح الفيفا يدي حقوقه كاملة علاش تديروا هكذا؟ علاش تشيطنوا في الراجل؟ أدى ما عليه والضغوطات وهو كان مخطط إسقاطه منذ مدة أنت مؤسسات الدولة كلها مخروبة غير مستقرة وأنت جاي تحوص غير على الجانب الرياضي مستقر وكم من رئيس الاتحادية في عهد تبوت؟ ثلاثة يعني حتى الاتحادية الجزائرية لكورة القدم غير مستقرة اللي يجي يزمر تزميره وهي ماشية يعني هذا الهبال اللي راني نشوف فيه أي أعطيني ذركة واحد جزائري يفكر أنه يضحي تشوفوا صورته بالماضي لما كان قبل ما يجي الفريق الوطني يشوفوا شوف صورته أحواله البلد تدمر رجالها البلد تتقضي على كفاءاتها انتقموا منه أيما انتقام لأنه في نظرهم فشل في شيء كانوا يريدوا أن يعتمدوا عليه في العهدة الثانية لتبوت ليس إلا هذا هو السبب في هذه الغضبة وهذه الهجمة الشلسة غير اللائقة نزيد نقولها لكم جمال بالماضي إنسان نظيف مش لص ولا ينهب وإنسان مهذب ومتربي ومتدين في حياته الشخصية رغلق عليهم مجالات كثيرة مجالات كثيرة انتع البزنسة والتلاعب بالفريق اللعب بهم غلق عليهم هذا الأبواب ولذلك عملوا عليه مؤامرة أنا نقول هالكم ولست من أنصار نظرية المؤامرة أؤكد لكم بأن ما حدث في الكود ديفوار كانت مؤامرة من بعض الأطراف ربما لا أستبعد أن نتواطأ فيها بعض اللاعبين من أجل إسقاط بالماضي خذلوه حتى اللاعبين في الميدان خذلوه بمعنى الكلمة لين أسف الشديد ما يحدث على ماذا يدل ما عندناش دولة ما عندناش دولة يعني الشعب الجزائري راه متضرر غير من كرة القدب الجلد المنفوخ هذا اللي عبارة عن كرة قمار في ثقافتنا راه نوع من القمار تروح تلعب تفوز تجيب الفلوس هو شي هو يعني أنت الدولة إذا مثلا درت هذه الإنجازات الرياضية إذا لم ترافقها إنجازات اقتصادية ومشاريع دولة واستقرار مؤسساتي راه هذه الأمر راح ترد الجزائر دولة عظمى البرازيل كم من كأس العالم عندها والوضع الاقتصادي تاعة البرازيل راه من أسوأ الأوضاع ونعرف ناس هناك أصدقاء يحكوا لي العجب العجاب على الوضع الاقتصادي لبرازيل لماذا هذا المنطق كان من المفروض يعني المشكلة راه والله والله نزيد نقول لكم ما هي مشكلة أنه بالماضي أخفق هناك مخطط بدأ منذ مدة لمن أجل إجهاض المسار انتاعه وإخراجه من الباب الضيق وهذا هو هذه البلاد والآن أرادوا تحميله مسئولية أنه أخفق في هذا المشروع ووجه ضربة للعهدة الثانية التبون على أساس أنه يحتفي ويحتفل بها حتى خلوا عبد المجيد التبون يهنأ في كرة اليد مشكلة كبيرة على العموم إخواني الكرام حبيت أن أقول لكم أنه هذه الحملة على الماضي راه تكشف مدى السخافة التي عليها واقع الجزائر ما عندناش دولة هل تتخيل في فرنسا وصلوا للنهائي وصلوا للنهائي في كأس العالم في قطر وخسروا وما جاءوا لا أعدموا المدرب لا بهدلوه لا أهانوه انتقدوه رياضياً انتقدوه كروياً مش مشكلة هنا لكن هذه الحملات من إعلام رخيص إعلام بائس إعلام أنت على ناب ينتظر إشهارة بدون زيت كانش ما يدي الفلوس شن هذا؟ على كل حال هذا كله يخلي أنت في رأيك الأكثر ضرر رح يضر الجزائر أنه يخلي كفاءاتها وأدمغتها ولا واحد منهم يفكر يوما ما أنه يعود في خدمة الجزائر نظام عصاباتي يجيبك يستغلك وبعد ذلك يرميك رمية والله ستندم عليها أباً عن جد وهذا هو الواقع للأسف الشديد والدرس اللي موجود في ما يحدث في هذه الأيام مع بالماضي ومع الفريق الوطني وفي مجال الرياضي راه رغم أن الجانب الرياضي راه يعتبر أفضل من الجوانب الأخرى راه يأكشف لك عالمنا الجزائري خاصة لو طروح للديبلوماسية أقضر قطاع وأبشع قطاع وأنذل قطاع واللي فيه غير المتردية والنطيحة وفيه ما أعف لساني من ذكره من ممارسات غير أخلاقية في الصفرات وقنسليات ووزارة الخارجية خليك تتأكد يقيناً أن الجزائر إن قفزت وخرجت من مستنقع قذر صدقوني ستسقط في مستنقع قذر أو أقضر بكثير لا قدر الله واذكر كلامي جيداً